فإذا عمل الروح القلوس عمل عظيم جدا في حياة الكنيسة الأولى وفي إرسالية الكنيسة طبعا أنت ذكرت يعني السلطان الروح وأنه الإنسان عصى الله والرب طرد آدم وفي نفس الوقت أعطى ما يسمى الوعد المسياني ولكن في مجيء المسيح المسيح أنجز الفداء تتكلم على دور كل أحد إلى دور وأن الروح ختم يختم هذا الخلاص كعربون للميراث يعني اللي بيتكلم عنه في الختم الختم اللي هو أن أنا أصبحت ملك للآب لأن أنا أمنت بيسوع بعمله على الصليب فأنا أصبحت ملك لله أنا ابن لله واسق وسوخ تام أن أنا في إيد الآب لا أستطيع أحد أن يخطفني لأن أنا مخدوم بروح قدس لكن أنا النهاردة الروح قدس أصبح عربون لي الروح القدس جوايا كعربون بيأكد لي أن أنا مستمر في العلاقة مع الله وأن أنا رايح السماء معاه وهو ضمان من الآب ليا أن أنا هروح معاه أن أنا حكون لي حياة أبدية وده اللي كان طمعان فيه آدم عشان يأكل من شجلة الحياة فأصبح لنا في يسوع أن يسوع هو شجلة الحياة فأصبح لنا في يسوع أن إحنا لنا ضمان حياة أبدية مستمر وذكرت الآية من رسالة بولوس إلى كنيسة أفيسوس ولا تذكره بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا ذكرت أنه محتاجين نفك هذه الآية حتى نفهمها الخمر رمى بن شراب بيسيطر سيطرة تامة على الإنسان لدرجة ممكن أن هو يفقد وعيه ويغيب عن الوعي فالخمر كان ده الحاجة الوحيدة اللي كانت عندهم زمانة هنا إحنا عندنا دلوقتي حاجات كتيرة بتغيب عن الوعي الخمر والمخدرات أي شيء يفقدك الوعي الكتاب مقدس بيرفضه لكن بيطلب منك أنك أنت تعطي مجال أكتر في حياتك تسلم جزء من حياتك شوية بشوية للروح القدس فيتفاتر عليه وكل ما يتفاتر عليك الروح القدس كل ما يستخدمك بالصورة أكتر كل ما تكون في إرادة الله أكتر كل ما تصنع مشية الأب أكتر كل ما تكون بالفعل على صورة يسوع أكتر لأن الروح القدس هدف الحقيقي وحاجة واحدة أن يغير شكلي وشكلك وشكلك كله وحفينا عشان يكونوا على صورة يسوع اشتركوا في القناة